كل التوفيق احنا على عتاب بإذن الله صناعة وكتابة مجد وتاريخ جديد للنادي الأهلي والحقيقة أنا متفائل يعني أتمنى إن شاء الله بإذن الله بس أنه يكون التوفيق حلفنا بكرة إن شاء الله لكن من ناحية القدرة ورغم كل الفوارئ تتكلم على فريق قيمة التسويقية يعني تقترب من المليار يورو يعني يتكلم في حدود 850 أو 950 مليون يورو في حين أنه الأهلي قيمتوا التسويقية حوالي 30 مليون يورو لكن أنا ما عنديش شك بل إن أنا عندي يقين إنه بكرة الفوارئ دي بإذن الله حدو في الملعب والأهلي قادر يعمل جيم كويس مش بالضرورة على فكرة خالص ومش شرط أساسي عشان تعمل جيم كويس إنك تكسب لكن الأهم إنك أنت تلعب كورتك وديك تصريحات كولر بالمناسبة النهاردة في المؤتمر الصحفي عجبني قوي هدوءه وعجبني جدا ثقته تصريحاته يمكن يكون أهمها من وجهة نظري المتوضع هي فكرة إنه إحنا هدفنا إن إحنا نظهر شخصية النادي الأهلي ودي واحدة أو جملة خط تحتها ميت خط لأنه فيه أوقات كتير جدا مدربين كبار أسماء كبيرة جدا حساباتهم بترتبك في المواجهات الصعبة أو المواجهات الكبيرة زي ما بنسميها وفي بعض الأوقات تانية بتكون حساباتهم مظبوطة لكن قدرتهم على توصيل ده للعابتهم ما بيبقاش واصل بنسبة نجاح كبيرة جدا فبتهرب المطشط منهم بكرة أنا شايف إنه أكتر حاجة ممكن نستفيد بيها مش قصة الغيابات ولا قصة التراجع أو اهتزاز مستوى ريال مدريد في الموسم ده وهكلمكم ليه أنا بقول إنه الريال مش هو الريال بالأرقام حلقة النهاردة زي ما بتديت وقلت إنها هتكون مخصصة لأرقام ريال مدريد في مختلف المسابقات في الموسم الحالي هنتكلم على وطبعا ميستر كولر تكلم على الغيابات وقال إنه فريق بحجم ريال مدريد مش ممكن أبدا مهما كانت الأسماء أو مهما كانت قوة التأثير لأي غيابات تأثر على فريق بحجم ريال مدريد